ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة ومشرى للمسلمين أعزائنا الأكارم البداية ستكون من خاتم سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وسلام عليكم من الله ورحمة من لدنه وبركات نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج القرآن علم وبيان ماذا يحدث بعد صلاة العشاء؟ لماذا سورة النور هي سورة مفروضة؟ ما هي الغدة الصنوبرية؟ ما هو الأجل المسمى؟ ما هي أنسب الأوقات لتناول وجبات الطعام؟ ثم ماذا يؤثر ذكر اسم الله على الطعام؟ وأخيرا هل خلقنا الله من أجل هذا الكم من الشقاء؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه من خلال هذه الحلقة التي تحمل عنوان برنامج السعادة فتابعوا معنا أعزائي هذا التقرير إن مخالفة الساعة البيولوجية شيء خطير على صحة الإنسان وقد أراد الله سبحانه أن يكون الليل للسكون والراحة والنوم إلا في حالات الضرورة كالدراسة والمشافي والحراسة وغيرها لكن الإنسان جعل الليل للسهر الصاخب والحفلات الراقصة فأصابه من الأمراض ما أصابه وانتابه من الهموم والقلق ما لا طاقة له به وإن خدع نفسه بأن السهر يسعده وصلاة العشاء أي وقت حلول الظلام هي الحد الفاصل بين عمل الإنسان وبين بداية وقت الراحة لديه من أجل ذلك ذكرت صلاة العشاء صراحة في الآية الثامنة والخمسين من سورة النور في سورة غافر الآية رقم واحد وستين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه إذن جعل الليل من أجل السكون أما حينما استخدمه الإنسان لللهوي والطربي والسهر فهذه مشكلة الإنسان وهي مخالفة لتعليمات القرآن الكريم لماذا سورة النور هي سورة مفروضة؟ بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها تحتوي سورة النور على أربعين حكما إسلاميا تصل لمرتبة الفرض من بينها الآية الثامنة والخمسين تقول الآية الثامنة والخمسين من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم إذن كأن هذه الآية الكريمة تفرض على الإنسان ثلاث فترات استراحة على مدار اليوم نلاحظ في هذا المخطط كيف حددت مواقيت الصلاة فترات العمل وفترات الاستراحة لدى الإنسان على كل إنسان أن يستيقظ قبل الفجر بساعتين بقي سلس الليل الأخير كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يقوم السلسة الأخيرة من الليل قبل الفجر بساعتين تبدأ غدد الإنسان بإفراز مادة الأدرنالين المنشطة هذا التوقيت هو أفضل توقيت للدراسة والعمل الفكري خاصة لدى أعزائنا الطلاب قال تعالى صراحة إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة فننصح السادة الطلاب بالدراسة في هاتين الساعتين ثم يحل الفجر هذا أفضل توقيت من أجل الاستغفار قال تعالى والمستغفرين بالأسحار والآية الأخرى وبالأسحار هم يستغفرون بالاستغفار وفي وقت السحر حصرا يحل الإنسان خمس مشاكل تهمه في هذه الحياة وردت على لسان نوح عليه السلام وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ثم تأتي صلاة الفجر وهذا أفضل توقيت لقراءة القرآن وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ثم على الإنسان أن لا ينام من وقت صلاة الفجر حتى شروق الشمس قال تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس ثم تأتي فترة العمل الأولى من طلوع الشمس حتى أزان الظهر حيث تبدأ فترة القيلولة قال صلى الله عليه وسلم قيلوا فإن الشياطين لا تقيل فترة القيلولة تبدأ من فترة صلاة الظهر وحتى صلاة العشاء لقوله تعالى في سورة النور وحين تضعون سيابكم من الظهيرة ثم تأتي كما نلاحظ فترة العمل الثانية من فترة صلاة العصر حتى صلاة العشاء وهنا قضية أساسية فقال تعالى ومن بعد صلاة العشاء فماذا يحدث بعد صلاة العشاء يوجد في كل إنسان فينا غدة تسمى الغدة الصنوبرية موقعها كما نلاحظ تقع إلى الخلف من أذن الإنسان ونحو الأعلى هذه الغدة موصولة مع النوات فوق التصالبية التي توصلها مباشرة مع العصب البصري هذه الغدة الصنوبرية وزنها حوالي 180 ميليغرام حجمها بقدر حبة الحمص تقريبا هذه الغدة تستعد يوميا من بعد صلاة العشاء لإفراز مادة طبية يعرفها السادة الأطباء تسمى الميلاتونين تمشي هذه المادة مجانا ولقاح يومي وضعه الله سبحانه وتعالى لكي تسري هذه المادة في الدم فتمنع الأكسد في الخلايا وتمنع مرض السرطان لكن هذه الغدة لا تعمل إلا في الظلام متى ما تعرض الإنسان إلى الضوء من بعد صلاة العشاء حتى قبل الفجر بساعتين يوقف عمل هذه الغدة الصنوبرية قد لا يصاب بالسرطان لكنه منع نفسه من هذا اللقاح اليومي في النواتي فوق التصالبية نجد يدخل البروتين تايم و بير إلى هذه الغدة أو إلى خلايا هذه الغدة فيوقف عمل سايكل و كلوك هزين البروتينين أما عند الفجر فيتحلل بروتين تايم و بير و يعيد تلقيم دورة الحياة من جديد إذن إذا أراد الإنسان أن يقي نفسه وأسرته من مرض السرطان هذا المرض المخيف عليه أن يعرض نفسه للظلام ولو لفترات ما بين صلاة العشاء و قبل الفجر بساعتين نذهب معكم إلى فاصل قصير ثم نعاود برنامجنا أهلا بكم من جديد ما هي أنسب الأوقات لتناول وجبات الطعام ثم ما هو مسلس الأجل المسمى ثم ماذا يفيد ذكر اسم الله على الطعام فتابعوا معنا إن ذكر اسم الله على الطعام أمر بالغ الأهمية لأن اسم الله اسم مبارك تبارك اسم ربك زل جلال والإكرام و يطفي ذكر اسم الله البركة على الطعام فيغدو نافعا وأفضل الأوقات لتناول الطعام هو أوقات الصلاة الإسلامية الخمس لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا لأن أوقات الصلاة لها تأثيرها على غدد الإنسان وإفرازاتها إن الحوادث وعمليات القتل هي عملية إنقاص لعمر الإنسان فيموت قبل أجله المسمى لقوله تعالى في سورة فاطر الآية الحادية عشرة وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره وعملية الإنقاص هذه يقوم بها الإنسان عن طريق التهلكة التي يضع نفسه فيها فقال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن أفضل الأوقات لتناول الطعام هي أوقات الصلاة الخمسة على الشريعة الإسلامية نلاحظ هذه الآية الكريمة التي وردت في سورة الأعراف بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم ولم يقل يا أيها الذين آمنوا إذن الموضوع يهم جميع الناس وليس الذين آمنوا فقط يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد والزينة هي الراحة والفرح أي تخلصوا من ضغوط الحياة خمس مرات في اليوم هي أوقات الصلاة الإسلامية هذا ما كان يقصده صلى الله عليه وسلم بقوله لبلال أرحنا بها يا بلال تتابع الآية الكريمة وَكُلُوا وَاشْرَبُوا أي خذوا زينتكم عند كل مسجد خلال توقيت الصلاة وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا أي على الإنسان إذا أراد أن يحيى حياة صحية عليه أن يتناول خمس وجبات خفيفة في أوقات الصلاة الخمسة وربط القرآن الكريم بين الراحة النفسية وتناول الطعام قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وبعد الطعام الطيب أي الطعام الحلال والغير ملوث يجب تنظيم الطاقة والحالة النفسية السعيدة وذلك عن طريق العمل الصالح يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحاً والعمل الصالح هو الذي يوصل إلى الحياة الطيبة كما ورد في سورة النحل من عمل صالحاً من زكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة لكل إنسان فينا أجلين أجل مقضى وأجل مسمى أوضحته الآية رقم اثنين من سورة الأنعام هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلاً وأجل مسمى عنده والله سبحانه وتعالى يقر لنا في الأرحام الأجل المسمى قال تعالى في سورة الحج الآية رقم خمسة ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى في سورة فاطر الآية خمسة واربعين ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فالأجل المسمى لا تأخير فيه فإذا جاء أجلهم أي المسمى فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون والمسلس الذي يمد أجل الإنسان حتى 120 عام وهو الأجل المسمى هذا المسلس يعتمد على سلاسة أمور الموضوع الأول هو الطعام كما قلنا وربطه بأوقات الصلاة الإسلامية يا بني آدم خزوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا الموضوع الآخر هو الراحة النفسية لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم لأن تذكر آلام الماضي يؤثر دائما سلبا على الصحة الجانب الآخر هو العبادات للحفاظ على هذه الطاقة السامية التي يتزود بها الإنسان عن طريق العبادات فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين كيف يؤثر ذكر اسم الله على الطعام قال تعالى ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق في الآية رقم 121 من صورة الأنعام إذن ولو كان الطعام حلالا مثل الفواكه مثلا يجب أن لا نأكله إلا أن نذكر اسم الله عليه لأن اسم الله هو اسم مبارك كما ورد في الآية الأخيرة من صورة الرحمن تبارك اسم ربك زل جلالي والإكرام فبعد إجراء عمليات مستفيدة للاستنبات الجرسومي من قبل فريق طبي وصيدلاني مختص ولمدة 24 ساعة بدى لون اللحم المكبر عليه لونا زهريا فاتحا مما يدل على عدم نمو الجراسيم العنقودية عليه أما اللحم غير المذكور اسم الله عليه والغير مكبر عليه فقد بدى يميل إلى الزرقة وبدأ يدخل في مرحلة الفساد والأمر صريح وواضح من الله سبحانه وتعالى فاكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين ما لكم لا تأكلون مما ذكر اسم الله عليه وعدم ذكر اسم الله على الزبائح هو افتراء على الله وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه وبعضها غير قابل للتزكية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والموقوذة أي المضروبة بآلة سقيلة والمتردية التي سقطت من مكان عال والنطيحة ضربها حيوان آخر بقرونه وما أكل السبع الحيوانات المفترسة إلا ما زكيتم هذه قابل للتزكية إذا زبحت على الشريعة الإسلامية أما وما زبح على النصب فهذا جاء بعد كلمة ما زكيتم لأنه غير قابل إلى التزكية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل مات بأجله المسمى أو قتل بأجله المقضى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فالله سبحانه وتعالى لم يخلقنا من أجل هذا الكم من الشقاء سبحانك اللهم وبحمدك فأنت لا تريد للإنسانية الشقاء فما بنا من شر فمن أنفسنا وما بنا من خير ومن نعمة فمن عندك والصلاة والسلام على من أرسلته رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته اشتركوا في القناة